اشتركوا في القناة سوف نتعرف على قاعدة البيانات المستخدمة والروابط بين الجداول التي سوف نستخدمها في البرنامج هذا البرنامج كما أسلفنا وهو عبارة على برنامج بسيط لإدارة المشتريات من بيع وشراء إلى آخره وسوف نتطرق فيه بإذن الله إلى جميع الخصائص المتعلقة بقواعد البيانات الخاصة ببرنامج ديلفي وكيفية ربطها مع برنامج الأكسس في البداية لدينا خمسة كائنات وهي مورد والزبون وفطورة البيع وفطورة الشراء بالإضافة إلى المنتج هذه العلاقة للكائنات لنموذج التصميم مربوطة مع بعضها البعض عن طريق مجموعة من العلاقات أو الرواب كما يلي الفرنسور يسلم فطورة شراء الزبون يسلم فطورة فطورة بيع المنتج موجود في فطورة شراء وموجود في فطورة بيع بكمية معينة هذه بكل بساطة الجداول الموجودة في قاعدة البيانات هذا النموذج التصميم للمعضيات وبعد ذلك نحوله إلى برنامج أو إلى النموذج المنطقي للمعضيات الذي سوف يكون في برنامجي الأكسس كما نلاحظه في الأكسس نقطة هنا بالنسبة للأكسس عند إنشاء ملف الأكسس يجب حفظه عبر تمدد أوفيس دوميل تروا والتمدد هو بوا أم دي بي نفتح برنامج ننتظر قليلا نحفظ البرنامج نحفظه عن طريق العبر التمدد اللي هو أم دي بي نحفظه في مكان الموجود الموجود المتواجد فيه البرنامج يعني نغيره الإسم أولا إلى ونحفظه من المستحسن يحفظ في مكان الموجود فيه المشروع يعني اللي رح ندلوهم بعد المشروع رح نحطه في مكان معين تخيروا المكان كما تحبوا إذا ننشو أول جدول نحفظه نسرع العملية نوعا ما رح تكون سريعة استغلال الوقت أول جدول كليون كليون فيه مجموعة عمل خصائص إيدي كليون رقم زبون اسم الزبون رينو لقب وادرس عنوان سي سي بي ورجستر كوميرس رقم سجل تجاري نغير بعض الخصائص نغير حجم الحقل بعض الخصائص نعم تليفون ونبعد رجيستر كوميرس نغير الخاصيات بعض الخصائص أنهينا الآن هذا الجدول نروح لجدول البعض وهو جدول ننسخه فقط ننسخه جدول الكليون نغيره له اسمه وهو جدول لا يختلف اختلافا كبيرا على جدول الكليون عدنا اليد الرقم يعني اسم اللقب البنوان تليفون ورجسر كوميرس يعني نغير بين الحرمين فقط جدول آخر جديد وهو جدول السلعة أو المنتج يعني تستطيعون وضع أي خصائص تحبونها يعني يعد رقم المنتج السلعة اسم السلعة quantity الحجم الموجود والمقدار الموجود السلعة 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 يعني العدد اللي يكون بعد الفاصل يعني يكون رقمي نفس الشيء بالنسبة للبريدوبونت كما رغمت اللحظة ننشأ أيضا جدول جديد اللي هو جدول فاكتير داشعة يعني فاتورة ماذا فاتورة الشراء وضعوا له خصائص أيضا نقم فاتورة الشراء تاريخ الشراء رقم الموجود يعني سيغة البيع أو سيغة الشراء وديفورنس يعني المورد الذي اشترينا عليه هذه السلعة مغير الخصائص كما كنا من الوقت نحن نقم بالنوع النوع يأتي نبدلون الخصائص نعود ننسخو بنفس الطريقة ننسخ الفورنسور نبدلوا ندروا فاكتير دو ونبدل الفورنسور ندروا هو الزبون يشتري والمورد الزبون يعني نبيع له هو الفرنسور نشتري من عنده يعني فاتورة البيع تكون خاصة بماذا؟ خاصة بالزبون يعني هذه فاتورة البيع خاصة بEDC يعني EDFURNEDCLEO وغيروا أيضا جدو الجديد اللي هو سطر فاتورة شراء يعني فاتورة شراءة الكون من العديد من الأسطر فاتورة تكون فيها 5 أسطر على حسب المنتجات هذا جدو الخاص بسطر واحد في فاتورة إدليني داشا ومبعد إدأشا ومبعد إدبرودي ومبعد كونت داشا هذه كونت داشا الكمية المشتريت يجبون خاصة يعني نقوم بعملية تسريع فقط لأنها تستغل وقت كبير للفيديو أيضا ندروا ليني دوفونت ندروا بنفس الطريقة ننسخوا العملية كما رغم تشوف يعني الأسماء أنا استخدمت اللغة يعني اللغة تكون واضحة نوعا بالنسبة تقدروا تتسخموا أي تسمية ولكن من المستحسن ما تكونش بالتسمية العربية فقط يعني العربية ممكن مشكلة في لها بعدها أيضا جدول اسمه جدول بروتكسيو أو جدول الحماية رايكم فيه إيدي بروتكسيو زرني باسورد فقط هذه عملية هذه كل الجداول عند فتح برنامج الأكسس سوف نلاحظ بكل بساطة جميع الجداول وجميع الخصائص الموجودة في هذه الجداول بدءا بجدول كليون لدينا كليون، نو، برنام، لادرس، تليفون، سيسي، بريجي، تلكوميرس إلى آخر يعني العديد من الخصائص بروتوي خصائص بروتوي، بريداشا، بريدوون، تيفيا إلى آخر فاكتير داشا يعني فاتورة البيع فيها إيدي فاكتير داشا تاريخ الشراء ورغلومون وبالإضافة إلى إيدي فورنسور التي هي فاتورة أي فورنسور لدي هذه الفاتورة تطعم القول أنها عبارة على صيغة البيع أو صيغة الشراء سواء كان بطاقة مغناطسية أو عبارة عن شاك أو عبارة على كاش تسليم فور النقود بالإضافة إلى فاكتير دونت نذهب الآن إلى ليني داشا هذه هي ليني داشا و ليني دونت ليني داشا و ليني دونت كما نلاحظهما هنا هما عبارة على علاقة من النوع واحد آن واحد آن كما قلنا عند اللاعة مع علاقة من هذا النوع ليني داشا تصبح عبارة على كائن جديد يحتوي على مفتاحين أجنبيين للكائنين المربوطين مع هذه العلاقة بالإضافة إلى إذا كانت هناك خصائص تكون هذه الخصائص يعني ليني داشا و ليني دونت يصبح فيها تصبح جدولا في قاعدة البيانات مفتاحه الرئيسي هو ليني دونت كما نلاحظه هنا ايديني دو فعن ايديني دو فين ، ايديني دو فين estudينة خاصة بفاتورة البيع inappropriate ايديني دو فينة ، حاصة بالمنتج ، احتوية دو فينة الكمية المشنترات هنا ايضا جدول سوف نخده فيهما بعد وهو جدول البروتكسيون الآن الملاحظة عام بجميع العلاقات التي لدينا هي هذه جميع العلاقات عدنا الكليون وخصائصه عدنا الفورنسور وعدنا البرودوي بالإضافة إلى فاكتير داشا وليني داشا فاكتير دوفونت وليني دوفونت إضافة إلى بروتكسيو هذه هي فيما يتعلق بجميع خصائص قواعد البيانات التي سوف نتطرق إليها بإذن الله في هذه الدروس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى درس آخر بإذن الله